تعلم الصلاة قضية النظام لا سيما صلاة الجماعة صلاة الجماعة ولا سيما عندنا في المذهب الإمامي لاشتراطات خاصة في موضوع الاتصال لا بد أن يكون الصفوف متصلة ما بينها حاجز ولا بينها أيضا مسافات افترض الإمام هنا الصف الأول هنا والصف الثاني على بعد ثلاثة أربعة أمتار هذا يصلي من ذاك الصوب وهذا منفرد ذاك فيها الجهة وذاك فيها الجهة عندنا في الفقه الإمامي هذا غير جائز أي ما تصير صلاة الجماعة لا بد أن يكون هناك اتصال هذا الاتصال يصنع نظاما المفروض أنه يصنع نظام بحيث كل صفوف متصلة متراصة ليس بينها فرج ليس بينها حواجز ليس بينها خلل طبعا المفروض أن هذا يعلمنا أيضا نظام في الحياة لكن مع الأسف يعني قد تجد بعض الحالات من الانفصال بين ما هو في المسجد وبين خارج المسجد نفس الإنسان اللي ييجي يصلي في المسجد هناك بنظام ويصف مع الصف تشوف سيارته مسكر على ثلاثة أربعة أشخاص ونفسه عاكسها على غير السير الصحيح ونفسه كذا وكذا مع أنه ينبغي أن يكون ما في المسجد وما في الصلاة معلما لنا في الخارج الصلاة لا سيما الجماعة تعلمنا قيمة العدالة العدالة لا سيما على المذهب الإمامي اللي هي من شروط الإمام ما أصلي أنا ورى واحد لا أطمئن بعدالته على خلاف بعض المذاهب اللي يقول لك صلي وراء بر وفاجر طبعا هذه مو بس هنا المشكلة أنه مو وراء كل بر وفاجر في الصلاة رح ترتقي إلى أن يصير حاكمك كل بر وفاجر أيضا لأنه نفس هؤلاء كانوا يصلون وراء الحجاج الثقفي القاتل السفاح فإذا صلاتك اللي هي عنوانك عند الله سبحانه وتعالى صار ليود الملف ما لك الحجاج الثقفي وفدك تعبير وفدك إلى الله إمامك وفدك إلى الله من أنت توفد إلى الله من البريد بينك وبين الله لذلك اشترط الإمامية قضية العدالة لما لها من مركزية مهمة ابدأ من صفات الله عندنا من الأصول أصل الشنو العدل في الله العدل الإلهي في الحكم عندنا أصل العدل وأن الظالم لا ولاية له طيب مو ذاك اللي يقول أنه لازم تقبل أمره ما لم يظهر كفراً بواحاً لا حتى لو أظهر ظلماً هذا الأول آية له عندنا العدل في الأسرة وعندنا العدل في إمام الجماعة وهكذا فإذا العدل مما يعلمنا إياه قضية الصلاة وبالذات صلاة الجماعة